كما مهمة جداً الحكم في مصر مهمة؟ هو بص الحكم هو الحلقة الأضعف في المنصوبة لعما تطلب من الحكم يديك أداء ويديك مستوى ويديك شغل في الملعب يديه برضو وغفر له وغفر له حماية وغفر له مادياته وغفر له الراحة النفسية ولما يروح أسوان وروح بطيارة لما يروح مشاور بعيدة وغفر له المواصلة يوصل حاجة أدامية للحكم ده مش موجود في مصر وبالتالي أنت هم يحتاج عشان تأخذ من الحكم أحسن حاجة عنده وغفر له كل سبط الراحة لتأخذ منه الحكم بيروح سيء عربيته أنا شخصان كنت بروح عربيتي هروح لبرج العرب أسوء لبرج العرب ساعتين ونصف ساعة ثلاث ساعات سايء وحكم مطشي جاري مثلا أهل ومصري ببرج العرب جاري 90 دقيقة وارجع سايء نفس المشوار وغفر تبقى جاهز بدنياً كمان فالحكم لأ الحكم عندنا في مصر طبعاً الحاجة الوحيدة اللي مش محترف في المنظومة أو مش وغد حقها في المنظومة وبالتالي وكله الضغط عليه يعني اللعاب لو أخطأ اللعاب ما بيحسش بضغط الحكم ورغم دايماً إن إحنا نتحدث عن إنه أهم عنصر في المنظومة يعني إحنا نتحدث عن إنه أهم عنصر في المنظومة وأكتر عنصر في المنظومة غير مهتم بيه كريم بمنطقة البساطة شيل أي حد في المباراة أي حد المباراة هتكمل إلا الحكم صح من غيره ما ما فيش مباراة صح شيل مدربة هتكمل شيل لعب هتكمل أي حد في المباراة يعني أي عنصر في المباراة مدير فني لعيب أي عنصر في المباراة لو شيلت المباراة على المباراة هتكمل صحيح إلا الحكم لازم الموجود ده مهم صح دي نقطة فيه منتهى لهم طيب